دكتور أثمان البعض يقارن بين ما حدث في الجزائر وما يحدث في السودان الشارع الجزائري تحرك بعد الشارع السوداني وأنجز ما أنجزه في هذه الفترة والأحداث في السودان تزداد زخما ثم تهدأ كثيرا ثم تعود مرة أخرى هل يمكن أن نقارن بين المشهدين؟ نعم المغارنة بين المشهدين واردة لو مسكنا من ناحية الجيش السوداني الجيش السوداني يمكن في خلال الثلاثين عام جرف تماما وأصبح معظم موالي للنظام وفي مقابل هذا الجيش خلقت مجموعة الماليشيات التي تحمي النظام هذه الماليشيات سميها جنجويد أو سميها ما شئ هذه الماليشيات خلقت في الأساس لحماية نظام عمر البشير ومنسو به الجزائر كدولة لها جيش محترم وجيش وطني مغابل ذلك كما قلت لك الجيش السوداني جرفة واستبدل إلى حد ما بعدد من الماليشيات المختلفة هذا جانب الجانب الآخر كل الإعلام هذا ما ألومه على الإعلام العربي كل الإعلام كان مركز على ثورة الجزائر بينما أن الثورة السودانية لم تشهد إلا مجموعة من الأخبار على استحياء ولم يركز على عدد الوفيات عدد الشهداء الذين غدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الوطن في السودان ولم يعكس ما يدور بخلد السودانيين بأن هذا النظام هو نظام غير موصوق به وغير كفيل بأنه يقيم السودان وينغذ السودان من ورطته الحالية إن كانت اقتصادية وإن كانت سياسية فإبقى المسألة بتاعت الجزائر غد تختلف إلى حد ما عما يدور في الشارع السوداني لا هو الجيش نفس الجيش ولا هو الإعلام نفس الإعلام ولا حتى الزخم الآن اللي بدأ يتحرك في الشارع السوداني يكتسب في مرة للمرات قلت لك كل ما زاد عمر الثورة كل ما اكتسبنا زخم وكل ما كان في صالح السوار أكثر من صالح الحكومة وهذا ما أزبطته الأيام اشتركوا في القناة